لا تزال الدعوة إلى انعيقاد مجلس الوزراء تطبخ على النار وقد أفدت مصادر حكومية معنية لموقع لبنان 24 القريب من رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي بأن الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لن توجه قبل يوم الاثنين ومصادر ميقاتي اعتبرت عبر الـ OTV بأن الهدف تسير أمور الناس بهذه الطريقة أمر ضروري وقالت المصادر للـ OTV رئيس الحكومة لم يكن يقول أنه سيدعو إلى الجلسة من باب التهويل لأن الهدف ليس التهويل ولا الاستفزاز وطالما تم توزيع جدوى الأعمال فهذا يعني أن الأمر جدي وتبعت المصادر بالقول نجدد مرة أخرى القول أن الرئيس ميقاتي لا يرغب باستفزاز لا التيار الوطني الحر ولا أي فريق آخر ولكن من واجبه أن يقوم بواجبه توجه المواطنين ونحن لن ندخل مرة جديدة في جدل عقيم لأنه غير ذي جدوى واعتبرت مصادر رئيس ميقاتي عبر الـ OTV أن المرسيم الجوالة لم تطبق إلا خلال الحالة حيث كانت هناك معابر وطرقات مقطوعة وقصف وضرب إلا أن اليوم إمكانية انعقاد مجلس وزراء متاحة وبالتالي لماذا ذهب إلى مرسيم جوالة؟ المشكلة بالنسبة إلى مصادر الرئيس ميقاتي هي في غياب رئيس الجمهورية والفراغ في سدة الرئاسة وهذا الأمر ليس من مسؤولية ميقاتي بل من مسؤولية النواب وبالتالي فليتفضل المعنيون وينتخبوا رئيسا لضحض كل هذا الخلاف ختمت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال حديثها عبر الـ OTV في هذا الوقت تتجه الأنظار إلى ما سيقوم به وزراء الثنائي الشيعي بعد الاهتزاز الذي حصل جراء المشاركة في جلسة مجلس وزراء الأخيرة في العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر وفي اتصال مع مصادر الثنائي الوزرية أكدت للـ OTV أن القرار النهائي لم يتخذ بعد لكن الاتجاه يذهب إلى المشاركة في الجلسة في حال تمت الدعوة إليها للأمر المتعلق ببند الكهرباء فقط والانسحاب إذا كان هناك بنود أخرى غير طارئة أو ضرورية في المقابل لا يزال التيار الوطني الحر على موقفه فقد شددت مصادره للـ OTV على أن موقفنا واضح ومبدئي نحن ضد انعقاد مجلس وزراء وما من ذريع تستوجب هذا الموضوع ولفتت مصادر التيار الوطني الحر أيضا إلى أن كل بيانات ما يسمى بنادي رؤساء الحكومات السابقين كانت ترفض انعقاد الحكومة في ظل تصريف الأعمال حتى حين كان رئيس البلاد يدعو لانعقاد مجلس وزراء لتسيير بعض الأمور الطارئة لم يكن يتم التجاوب معه واعتبرت مصادر التيار أن معالجة أي أمر بما فيه ملف الكهرباء يمكن أن يحصل بأسلوب آخر غير جلسات مجلس الوزراء أما عن مشاركة حزب الله في الجلسات فقالت مصادر التيار أن مشاركة أي طرف بجلسة الحكومة هي دليل إلى أن هذا الطرف لا يعتدي على التيار الوطني الحر إنما يعتدي ويعاد الدستور والمثاق والعيش الواحد وهذا أمر لن نتساهل به لا من حليف ولا من حليف الحليف ولا من خصم نحن نعتبر أن أي طرف بمن فيهم الحليف يشارك في الجلسة الحكومية إنما يوجه لنا رسالة أنه ضد العيش الواحد وضد التوازن الوطني الذي قام عليه هذا الوطن وضد تفاهم مارم خايل وضد التيار الوطني الحر في هذا الوقت لفتت المعلومات إلى أن هناك دعوة لمجلس إدارة كهرباء لبنان للمشاركة في الجلسة الحكومية المقبلة لكن المعنيين لن يشاركوا إلا بعد موافقة وزير الطاقة وفق معلومات الوتي في